تزامناً وشهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على مادة الحليب باتت المصانع الانتاجية للمادة تعمل ليلاً ونهاراً دون توقف لتلبية حاجة المواطنين تفادياً لأي نقص الملبناء توفر مادة الحليب المدعم من طرف الدولة والحليب الطازج بقدرة انتاجية حوالي 10 ألاف لتر حليب مدعم وأزيد من 3 ألاف لتر حليب بقر طازج تزامناً مع شهر رمضان الفاغل الملبناء ضعفت من جهودها في توفير هذه المادة الأساسية تزايد الطلب على مادة الحليب خلال رمضان يجعل المواطنين يقبلون على اقتنائه بكميات معتبرة حيث دعا بعض المواطنين إلى ضرورة التحلب لاستهلاك العقلانية رمضان شهر فيه في السنة يأتي بخيراته وبركاته والدولة تعمل جاهدة للتكفل الأمثل بالمواطنين لضمان راحتهم وتوفير كل المواد الأساسية بالسوق